معادلة صعبة تحاول وزارة المالية السودانية والطاقم الاقتصادي في الحكومة الانتقالية وضعها لتلاف الانهيار الاقتصادي وحصار الأزمات فبعد موافقة صندوق النقد الدولي على الاصلاحات الاقتصادية عادت قوى الحرية والتغيير ورفضت تنفيذها لما تحمله من تبعات تؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المأزوم اعتقد بان هذه الحلول اذا ما وضعت موضع التنفيذ حسب ما اتفق عليه الانهيار المشتركة ما بين الحرية والتغيير والحكومة فان هذا سيعبر بالاقتصاد الى بر الامان في وقت وجيد جدا اما السياسة الماضية فقط جربنا كلنا نتائجها الى يوم من الراهن فلم يتزد الازمة الا عمقا يعني وهذا المطوره ان تأخر لكنه خرج بحلول واقعية وزارة المالية السودانية تقول ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الدولي والذي تمت المصادق عليه سيمهد الطريق لاعفاء ديون السودان وان تنفيذ البرنامج يعطي السودان حق الحصول على اكثر من مليار ونصف سنويا من المنح الاستثمارية لكن هناك ما يعترض تنفيذ البرنامج نحن نتوقع ان هذه السياسات وهذه القرارات لن تطبق ولا يتم تنفيذها باعتبرنا السياسات السابقة التي تطبقت دون موافقة الحاضنة السياسية لا زالت اسارة على المواطن السوداني كبيرة جدا ولا يعقل ان تأتي الدولة بخطوة اخرى اكثر صعوبة على المواطن ولا ترعي المواطن وترعي المجتمع الدولي انا اتوقع ان هذا الامر لم يتم التوافع عليه بصورة نهية رغم ان المؤتمر اختتم عماله ولكن لا زالت الحاضنة السياسية ترفض هذه السياسات وتحكوف لن يتم مشتركة من الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة ووزارة المالية السودانية على وضع ميزانية اسعافية بتعديل الميزانية الحالية حتى نهاية العام نفق ضيق يدخله الوضع والطاقب الاقتصادي في الحكومة الانتقالية للخروج من الازمة الاقتصادية باقل الخسائر وافضل السياسات احمد العربي تنات الغد الخرطون